عندنا يعني مجموعة كبيرة جدا من الأدوية يجب ان احنا نتوخل حذر فيها اثناء ان احنا بنكتبها كأطباء واثناء الصيدلة اللي هما بيصرفها واثناء المواطن ما بيطلق هذا العلاج وبياخده على سبيل المثال المسكنات بأنواع الكورتيزون طبعا المسكنات ده موضوع كبير جدا منها مثلا مجموعة اسمها النانسترويدل ومنها المسكنات اللي هي فيها مادة المورفين اللي هي طبعا تبقى خطيرة جدا ودي بيصنع منها الترامدول وحاجات بتسكي الألم الشيطة بالنصغلية في الرعيات فقط وعن طريق الطبيب مختص عادة لأن تأثيرها الجانبية بعد كده مميت وخطير المسكنات طبعا هي موضوع نانسترويدل دهيات لها تأثيرات جانبية كتير جدا على سبيل المثال منكم مع الوقت بتتسبب ارتفاع في الضغط الدم طبعا مع الوقت بتسبب التابعات في المعدة وكورة في المعدة وتامل حساسية والسبب فشل في الكلا بعد كده فإذن كل هذه الأدوية لما احنا بنتبه لازم نتوقع الحذر ولما احنا بناخدها لازم باستشار الطبيب مختص إيه الأجهزة اللي في الجسم عندنا اللي ممكن تتأثر بهذه الأدوية عندنا تلات أجهزة مهمين جدا هم اللي بيتأثروا بهذه الأدوية أول حاجة الجلد عندنا الجلد بيحصل فيه طفح جلدي تورم وبعض الأحيان التورم ده بيحصل في الوجه والقصب والهوية والبعوب ممكن يؤدي الاختناء ويمكن يؤدي لموت المريض خاصة في الأدوية اللي فاحسيها جدا جدا زي البنسلين ومشتقاته عندنا الجهاز الهضمي بشوف ناس كتير جدا وكانوا كويسين وطلقوا العلاج وفجأة ليتهم جايين بقى على الجهاز الهضم خطير جدا فوج دل الشهية التهبات في المعدة كرحة في المعدة بعض الحين بيرجع دم يعني أكتر سبب عندنا فقية الدم وأكتر الأدوية زي الأسبرين ده أكتر واحد الأسبرين ده على فكرة معروف من ألفين عام كانوا بيستقرق من وراء الصفصاف أيام من قضماء المصريين وده معروف جدا وده مهم جدا أي إنسان مفروض ياخده بعد 40 سنة لأنه يحمينا من جلطات سواء جلطات المخ جلطات الألب فده مهم جدا الناس اللي عندهم سكر الناس اللي عندهم ضغط لازم ياخده الأسبوسيد اللي هي جرعة الأطفال البسيطة بناخد مثلا تركيز 75 في 81 في 100 ميلي جرام مش ناخد بقى من نفسنا وناخده رمضة الفيضية لا بيتاخد بعض الواجب الرئيسية اللي هي المين ميل بنقول الواجب الرئيسية اللي هي بعد الغدى مثلا تمام والمفروض الإنسان بياخده ويتماشى بعديها برضو يعني عادة الإنسان لما ياخد حاجة زي كده لازم ياخدها بعد الأكل لأنها تأثير ضر جدا والإنسان فكت كمية كبيرة من الدم وممكن بعد كده تؤدي إلى الوفاة